السلام عليكم تلاميذنا الأهزاء نلتقي معاً مع مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق معكم الستولاء عبدالأمير معلمة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي أحبائي درسنا لليوم سوف يكون محافظة نينوة أولاً سوف نأخذ الموقع الجغرافي للمحافظة تقع محافظة نينوة في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق نلاحظ أحبائي تلاميذنا المميزين الخارطة الموجودة أمامنا نلاحظ أن موقع محافظة نينوة بالنسبة لوطننا العراق تقع في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق إذن ماما من يجينا بالامتحان أرف محافظة نينوة رح يكون التعريف هي أحدى محافظات وطننا العراق تقع في القسم الشمالي الغربي منه إذن ماما تعريف محافظة نينوة هي أحدى محافظات وطننا العراق تقع في القسم الشمالي الغربي منه ننتقل الآن حبائي إلى تضاريس محافظة نينوة يقول نظرا لساعة مساحة محافظة نينوى يمكن أن نقسم التضاريس إلى ثلاثة أقسام شنو الأقسام التضاريسية الموجودة في محافظة نينوى أولا المنطقة الجبلية ثانيا المنطقة المتموجة ثالثا منطقة الهضبة تنقسم محافظة نينوى إلى ثلاثة أنواع من التضاريس المنطقة الجبلية المنطقة المتموجة ومنطقة الهضبة أولا المنطقة الجبلية تقع في أقصى الشمال الشرقي من المحافظة إذن المنطقة الجبلية في محافظة نينوة تقع في أقصى الشمال الشرقي من المحافظة وتعد جبالها جزءا من سلسلة الجبال الممتدة في محافظة دهوك وتتمثل بجبال باكرمان وعقرة إذن أماما إحنا أخذنا في محافظة دهوك وجد جبال باكرمان وعقرة هذه الجبال هي الجبال الممتدة أيضا إلى محافظة نينوة تقع هذه الجبال في أقصى الشمال الشرقي من محافظة نينوة تعد جبالها يعني جبال محافظة نينوة جزء من جبال محافظة دهوك اللي تتمثل بها جبال بجبال باكرمان وعقرة مثل ماما يجينا بالامتحان سؤال بصيغة املأ الفراغات الآتية تقسم التضاريس بمحافظة نينوة إلى فراغ وفراغ وفراغ شنو رح يكون الجواب المنطقة الجبلية والمنطقة المتموجة ومنطقة الهضبة رح نعيد السؤال تقسم التضاريس بمحافظة نينوة إلى فراغ وفراغ وفراغ رح يكون الجواب تقسم التضاريس بمحافظة نينوة إلى المنطقة الجبلية والمنطقة المتموجة ومنطقة الهضبة يجينا سؤال كذلك من ضمن سؤال املأ الفراغات تعد جبال محافظة نينوة جزءا من سلسلة الجبال الممتدة في محافظة فراغ وتتمثل بجبال فراغ وفراغ شن راح يكون الجواب هنا راح ايد السؤال تعد جبال محافظة نينوة جزءا من سلسلة الجبال الممتدة في محافظة فراغ جواب الفراغ الاول راح يكون دهوك جزءا من الجبال الممتدة في محافظة دهوك وتتمثل بجبال فراغ وفراغ باكرمال وعقرة واضح ماما؟ هسا ننتقل إلى المنطقة المتموجة تعد منطقة انتقالية بين المنطقة الجبلية والسهل الرسوبي المنطقة المتموجة في محافظة نينوان هي منطقة انتقالية بين المنطقة الجبلية والسهل الرسوبي وتكون على شكل قوس من المرتفعات يمتد من الشمال الغربي وحتى الجنوب الشرقي وتتمثل في مرتفعات مكهول وإبراهيم وعطشان وسنجار وعدي إذن ماما المنطقة الجبل المتموجة في محافظة نينوة تكون منطقة انتقالية بين المنطقة الجبلية اللي شفناها موجودة في الشمال الشرقي من المحافظة وبين منطقة السهل الرسوبي وهذه المنطقة تمتد من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي تتمثل بمرتفعات مكهول وإبراهيم وعطشان وسنجار وعدي إذن مني جينا سؤال بالامتحان تتمثل المنطقة المتموجة في محافظة نينوة بمرتفعات فراغ وفراغ 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 شنو راح تكون الإجابة؟ تتمثل المنطقة المتموجة في محافظة نينوة بمرتفعات مكهول وإبراهيم وعطشان وسنجار وعدي راح أيد السؤال ما مهم يجينا السؤال هنا على شكل فراغات املأ الفراغات الآتية تتمثل المنطقة المتموجة في محافظة نينوة بمرتفعات فراغ وفراغ 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 مرتفعات مكهول وإبراهيم وعطشان وسنجار وعدي راح ننتقل الآن إلى القسم الثالث من أقسام التضاريس لمحافظة نينوة منطقة الهضبة تتمثل منطقة الهضبة بهضبة الجزيرة التي تمتد جنوب مرتفعات مكهول وعدي وسنجار شمالا وحتى البادي الغربية والسهل الرسوبي جنوبا إذن ماما منطقة الهضبة في محافظة نينوة تتمثل بهضبة الجزيرة هضبة الجزيرة تمتد من جنوب مرتفعات مكهول وعدي وسنجار شمالا وحتى البادي الغربية والسهل الرسوبي جنوبا راح يتكون سطح الهضبة الغربية من أرض منبسطة بيها بعض الهضاب والرواب وكثبان رملية متباينة الارتفاع إذن ماما يجينا سؤال بالامتحان على شكل املأ الفراغات راح يكون السؤال بالصيغة التالية تتمثل منطقة الهضبة في محافظة نينوة بهضبة فراغ التي تمتد من جنوب مرتفعات مكهول وعدي وسنجار شنو راح يكون جواب الفراغ بهضبة الجزيرة نعيد السؤال ماما تتمثل منطقة الهضبة في محافظة نينوة بهضبة فراغ التي تمتد من جنوب مرتفعات مكهول وعدي وسنجار شنو راح يكون الجواب تتمثل بهضبة الجزيرة إذن ماما منطقة الهضبة راح تتمثل عندنا بهضبة الجزيرة اللي تمتد جنوب مرتفعات مكهول وعدي وسنجار شمالا حتى البادية الغربية والسهل الرسوبي جنوبا ويتكون سطحها من أرض منبسطة تتخلى لها بعض الهضاب والرواب عندنا الرواب يعني ربوة أرض مرتفعة والكثبان الرملية الرمال الكتل من الرمال المتحركة يعني كثبان رملية كتل من الرمال متباينة الارتفاع يعني ارتفاعاتها ممت ساوية متباينة أحبائي راح ننتقل الآن إلى المناخ في محافظة نينوة حيث تتميز محافظة نينوة بتنوع مناخها نتيجة لتنوع تضاريسها إذ يسودها في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط يعني راح نشوف في الأقسام الشمالية من محافظة نينوة مناخ البحر المتوسط وكنا نعرف مواصفات مناخ البحر المتوسط اللي يتميز بصيف معتدل وشتاء بارد ممطر أما في الأقسام الجنوبية من المحافظة راح يختلف أدنى المناخ حيث راح نشوف مناخ السهوب الانتقالي ويكون في الغالب مناخ المحافظة محتدل ولا سيما خلال فصلي الربيع والخريف لذلك اطلق عليها تسمية أم الربيعين إذن ماما هنا عدنا تعليل تتميز محافظة نينوة بتنوع مناخها شون راح تكون الإجابة؟ وذلك بسبب تنوع تضاريسها إذ يسودها في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بصيف معتدل وشتاء بارد ممطر أما في أقسامها الجنوبية فيسود فيها مناخ السهوب الانتقالي إن عد التعليل تتميز محافظة نينوة بتنوع مناخها ممكن يجينا هج تعليل بالامتحان شون راح نجاوب؟ وذلك نتيجة لتنوع تضاريسها إذ يسود في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بصيف معتدل وشتاء بارد ممطر أما في أقسامها الجنوبية فيسود فيها مناخ السهوب الانتقالي هنا مما راح يكون عندنا تعليل ثاني التعليل يقول سميت محافظة نينوة بأم الربيعين وهذا كان عندنا السؤال بالامتحان التمهيدي بال2017 راح يكون الجواب وذلك لأن مناخ المحافظة يتميز بالاعتدال لا سيما خلال فصل الربيع والخريف لذا سميت بأم الربيعين إذن ماما نعيد السؤال سميت محافظة الموصل أو نينوة بأم الربيعين وذلك لأن مناخ المحافظة يتميز بالاعتدال لا سيما خلال فصل الربيع والخريف لذا سميت بأم الربيعين أما من حيث كمية الأمطار فتختلف هي الأخرى باختلاف تضاريسها اتزاد كمية الأمطار الساقطة في الأقسام الشمالية لأن احنا ما مقدنا بالأقسام الشمالية راح يكون بالمنطقة مناخ البحر المتوسط أما في الأقسام الجنوبية فرح يسودها مناخ السهوب الانتقالي إذن ماما كمية الأمطار راح تختلف تبعا لاختلاف المناخ وذلك بسبب اختلاف التضاريس بما أنه التضاريس اختلفت راح يختلف أدنى المناخ ورح تختلف كمية الأمطار ممكن يجينا هنا تعليل تختلف كميات الأمطار في محافظة نينوة بين شمال المحافظة وجنوبها أو تزداد كميات الأمطار في محافظة نينوة في الأقسام الشمالية وتقل كلما اتجهنا جنوبا شنو راح يكون الجواب؟ وذلك بسبب اختلاف التضاريس الذي أدى إلى اختلاف مناخ المحافظة إذ يسود في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط أما في أقسامها الجنوبية فيسود مناخ السهوب الانتقالي إن عيد التعليل تزداد كمية الأمطار الساقطة في الأقسام الشمالية من محافظة نينوة وتقل كلما اتجهنا جنوبا شنو راح تكون الإجابة؟ وذلك بسبب اختلاف تضاريس المحافظة الذي أدى إلى تنوع مناخها إذ يسود في أقسامها الشمالية مناخ البحر المتوسط أما في أقسامها الجنوبية فيسود مناخ السهوب الانتقالي إذن أحبائي ننتقل إلى طرق النقل والمواصلات في محافظة نينوة نظرا لموقع محافظة نينوة المميز الذي يشرف على حدود دولتين هما سوريا وتركيا لذا اشتهرت المحافظة تجاريا إذن لموقع محافظة نينوة المميز الذي يشرف على حدود دولتين نينوة تشرف على حدود دولتين سوريا وتركيا من خلال ملاحظتنا لخارطة وطننا العراق نلاحظ بأن محافظة نينوة تشرف على حدود دولتين هما سوريا وتركيا لهذا الموقع أهمية كبيرة حيث ساعد على ازدهار وإنعاش حركة التجارة إذن اشتهرت المحافظة تجاريا من خلال توافر المنافذ الحدودية التي كان لها دور في إنعاش حركة التبادل التجاري بين محافظات وطننا العراق كذلك تضم محافظة نينوة شبكة من الطرق التي تربطها بالمحافظات الأخرى وشبكة الطرق هذه طريق الموصل دهوك وطريق الموصل أربيل وطريق الموصل كركوك وطريق الموصل صلاح الدين وطريق الموصل بغداد وهذه الطرق للإطلاع وتضم المحافظة أيضا خط لسكة الحديد يربطها ببغداد مرورا بمحافظة صلاح الدين كما تضم المحافظة شبكة من طرق النقل الداخلية التي تربطها بالأقضية والنواحي التابعة لها كما تضم المحافظة شبكة من طرق النقل الجوي الذي يربط العراق بمحافظاته عن طريق مطار الموصل إذن ماما أحبائي هنا عدنا بطرق النقل والمواصلات تعليل مهم كان لمحافظة نينوى دورا في إنعاش حركة التبادل التجاري نعيد التعليل كان لمحافظة نينوى دورا في إنعاش حركة التبادل التجاري أو رح يكون التعليل اشتهرت محافظة نينوى تجاريا شنو رح يكون الجواب وذلك بسبب موقع محافظة نينوى المتميز الذي يشرف على حدود دولتين هي سوريا وتركيا وبالتالي وفر المنافذ الحجودية إذن اشتهرت محافظة نينوى تجاريا وذلك بسبب موقع محافظة نينوى المتميز الذي يشرف على حدود دولتين هما سوريا وتركيا لذا اشتهرت المحافظة تجاريا من خلال توافر المنافذ الحدودية التي كان لها دور في انقاش حركة التبادل التجاري هنا عدنا سؤال ثاني ما هي انواع طرق النقل الموجودة في محافظة نينوه ممكن يأتينا سؤال بهذه الصيغة شو راح يكون الجواب؟ أولا منافذ حدودية مع سوريا وتركيا ثانيا شبكة طرق نقل داخلية ثالثا سكة حديد تربطها ببغداد مرورا بصلاح الدين رابعا شبكة من طرق النقل الداخلية تربطها بالأقضية والنواحي التابعة لها خامسا شبكة طرق نقل جوية تربط العراق بمحافظاته عن طريق مطار الموصل راح نعيد السؤال الثاني ماما السؤال الثاني ما هي انواع طرق النقل الموجودة في محافظة نينوه شون راح تكون الاجابة؟ أولا منافذ حدودية مع سوريا وتركيا ثانيا شبكة طرق نقل داخلية ثالثا سكة حديد تربطها ببغداد مرورا بصلاح الدين رابعا شبكة من طرق النقل الداخلية تربطها بالأقضية والنواحي التابعة لها خامسا شبكة طرق نقل جوية تربط العراق بمحافظاته عن طريق مطار الموصل أحبائي تلاميذ المميزين راح ننتقل الان الى الموارد المائية في محافظة نينوه تتنوع الموارد المائية في محافظة نينوه بين المياه السطحية ومياه العيون والينابئ ويمكن تقسيمها الى المياه السطحية ومياه العيون والينابئ أولا المياه السطحية تتمثل المياه السطحية بمحافظة نينوه بنهر دجلة الذي يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب ويعد الشريان الحيوي بمختلف الانشطة الاقتصادية إذن اعتماد المحافظة بالشكل الأساسي بالمياه على نهر دجلة المياه السطحية تتمثل بمحافظة نينوه بنهر دجلة الذي يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب يعني نهر دجلة يمتدم محافظة نينوه من شمال محافظة نينوه الى جنوب المحافظة ويعد الشريان الحيوي لمختلف الانشطة الاقتصادية أما مياه العيون والينابيع تتوزع هذه المصادر المائية في العديد من أقسام المحافظة ولا سيما الشمالية التي تتعدد استعمالاتها بين الزراعية والصناعية فضلا عن ان بعضها يشكل موقعا مهما للسياحة والاستياف مياه العيون والينابيع في محافظة نينوه هذه مصادر المياه تكون في أقسام مختلفة من المحافظة أكثر شي رح نشوفها في الأقسام الشمالية وتتعدد استعمالاتها ما بين استعمالات للزراعة واستعمالات للصناعة فضلا عن ان بعضها رح تكون أماكن للسياحة والاستياف كما يستعمل بعضها للعلاج من خلال مؤالجة العديد من الأمراض الجلدية كعيون حمام العليل وتتميز المحافظة بتوفر العديد من المشاريع الأروائية أهمها مشروع ريج جزيرة الشمالي والجنوبي فضلا عن مشاريع السيطرة والخزن وأهمها سد الموصل الذي يقع شمال مدينة الموصل تتميز المحافظة بتوفر العديد من المشاريع الأروائية أهم المشاريع الأروائية الموجودة في محافظة نينوة مشروع ريج جزيرة الشمالي والجنوبي فضلا عن مشاريع السيطرة والخزن وأهم مشاريع السيطرة والخزن الموجود في محافظة نينوة سد الموصل الذي يقع شمال مدينة الموصل هنا ما معدنا تعليل يقول أهمية مياه العيون والينابيع في محافظة نينوة أو لمياه العيون والينابيع في محافظة نينوة أهمية كبيرة رح يكون الجواب بسبب تعدد استعمالاتها ما بين الزراعية والصناعية فضلا أن بعضها يشكل موقعا مهما للسياحة والاستياف كيف يستعمل بعضها للعلاج من خلال معالجة العديد من الأمراض الجلدية كعيون حمام العليل رح نعيد التعليل والجواب أهمية مياه العيون والينابيع في محافظة نينوة أو لمياه العيون والينابيع في محافظة نينوة أهمية كبيرة شو رح يكون الجواب لأنها تتعدد استعمالاتها ما بين الزراعية والصناعية فضلا عن أن بعضها يشكل موقعا مهما للسياحة والاستياف كما يستعمل بعضها للعلاج من خلال معالجة العديد من الأمراض الجلدية كعيون حمام العليل كذلك ماما إحنا هنا عدنا تعريف سد الموصل وهو أحد مشاريع السيطرة والخزن يقع شمال مدينة الموصل في محافظة نينوة إنعيد تعريف سد الموصل هو أحد مشاريع السيطرة والخزن يقع شمال مدينة الموصل في محافظة نينوة كذلك عدنا سؤال ماما ما هي أهم الموارد المائية في محافظة نينوة إذا إجعنا هناك سؤال عدد الموارد المائية في محافظة نينوة أو ما هي أهم الموارد المائية في محافظة نينوة مرح يكون الجواب المياه السطحية ثانيا مياه العيون والينابيع أولا المياه السطحية ونقول تتمثل بنهر دجلة الذي يخترق المحافظة من الشمال إلى الجنوب ثانيا مياه العيون والينابيع وتتوزع هذه المصادر المائية في العديد من أقسام المحافظة لا سيما في الأقسام الشمالية منها وتتعدد استعمالاتها ما بين الزراعية والصناعية أدنا سؤال كذلك ما هي فوائد العيون والينابيع في محافظة نينوة؟ ما هي فوائد أو استعمالات العيون والينابيع في محافظة نينوة؟ أولا استعمالات للزراعة والصناعة ثانيا تشكل موقعا مهم للسياحة والإصطياف ثالثا يستعمل بعضها للعلاج من خلال معالجة العديد من الأمراض الجلدية كعيون حمام العليل نعيد السؤال ما هي فوائد العيون والينابيع في محافظة نينوة؟ أولا الاستعمالات الزراعية والصناعية ثانيا تشكل موقعا مهما للسياحة والإصطياف ثالثا يستعمل بعضها للعلاج من خلال معالجة العديد من الأمراض الجلدية كعيون حمام العليل أدنا سؤال كذلك ما هي أهم المشاريع الأروائية في محافظة نينوة؟ ممكن يجينا السؤال بهذه الصيغة ما هي أهم المشاريع الأروائية في محافظة نينوة؟ أولا مشروع ري الجزيرة الشمالي والجنوبي ثانيا فضلا عن مشاريع السيطرة والخزن أهمها سد الموصل أولا مشروع ري الجزيرة الشمالي والجنوبي ثانيا فضلا عن مشاريع السيطرة والخزن أهمها سد الموصل إذن ماما رح ننتقل إلى النشاط الاقتصادي في محافظة نينوة النشاط الاقتصادي في محافظة نينوة يتكون من الزراعة الصناعة والثروات المعدنية وكذلك السياحة إذن النشاط الاقتصادي لمحافظة نينوة رح يتكون عندنا من الزراعة الصناعة والثروات المعدنية وكذلك السياحة أولا رح نأخذ الزراعة إذن ما ما رح نأخذ أولاً الزراعة لقد ساعد مناخ المحافظة الذي يتميز بتوافر الأمطار والتربة الخاصبة على تنوع النشاط الزراعي فيها إذن درسنا مناخ محافظة نينوة وعرفنا أن المناخ في محافظة نينوة يكون متنوع حيث يسود المحافظة نوعان من المناخ مناخ البحر المتوسط ومناخ السهوب الانتقالي وذلك بسبب تنوع التضاريث في المحافظة أدى إلى تنوع مناخها مما أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية فيها وأهم هذه المحاصيل محاصيل الحبوب كالقمح والشعير وتحتل المحافظة المراتب الأولى في زراعة المحاصيل المعتمدة على مياه الأمطار فضلاً عن زراعة العديد من محاصيل الصناعية كالذرة والبنجر ومحاصيل العلف إذن تشتهر محافظة نينوة بتنوع النشاط الزراعي فيها هنا ما معدنا تعليم، تنوع النشاط الزراعي في محافظة نينوة، أو تشتهر محافظة نينوة بتنوع النشاط الزراعي فيها. راح يكون الجواب لقد ساعد مناخ المحافظة الذي يتميز بتوافر الأمطار والتربة الخصبة على تنوع النشاط الزراعي فيها. نعيد الجواب لقد ساعد مناخ المحافظة الذي يتميز بتوافر الأمطار والتربة الخصبة على تنوع النشاط الزراعي فيها. اما بالنسبة للصناعة والثروات المعدنية فتشتهر المحافظة بتوافر العديد من الصناعات فيها لاسيما الصناعات الغذائية والصناعات الانشائية كمصانع الاسمنت ومنها معمل اسمنت بادوش وحمام العليل والسنجار والصناعات الجلدية والغزل والنسيج والورق والتكرير كما تشتهر محافظة نينوان بتوافر العديد من الثروات المعدنية ومن أهمها الكبريت والفوسفات في منطقة المشراق كما تضم المحافظة حقولا كبيرة لإنتاج النفط أهمها حقول عنزالة وبطمة والقيارة إذن ماما هنا عندنا سؤال ما هي أهم الصناعات في محافظة نينوان أولا الصناعات الغذائية ثانيا الصناعات الإنشائية كمصانع الإسمنت ومنها معمل إسمنت بادوش وحمام العليل وسنجار ثالثا الصناعات الجلدية رابعا صناعة الغزل والنسيج خامسا صناعة الورق سادسا صناعة التكرير راح أعيد السؤال ما هي أهم الصناعات في محافظة نينوان أولا الصناعات الغذائية ثانيا الصناعات الإنشائية كمصانع الإسمنت ومنها معمل إسمنت بادوش وحمام العليل وسنجار ثالثا الصناعات الجلدية رابعا صناعة الغزل والنسيج خامسا صناعة الورق سادسا صناعة التكرير كذلك ما مهنا عدنا سؤال تشتهر محافظة نينوان بتوافر العديد من الثروات المعدنية عددها راح أعيد السؤال تشتهر محافظة نينوان بتوافر العديد من الثروات المعدنية عددها أولا الكبريت والبوسطات في منطقة المشراق ثانيا تضم المحافظة حقولا كبيرة لإنتاج النفط أهمها حقول عنزالة وبطمة والقيارة راح أعيد السؤال تشتهر محافظة نينوان بتوافر العديد من الثروات المعدنية فيها يأما يقول أددها أو اذكرها أولاً الكبريت والفوسفات في منطقة المشرق ثانياً تضم المحافظة حقولاً كبيرة لإنتاج النفط أهمها حقول عنزالة وبطمة والقيارة إذن أحبائي ننتقل الآن إلى السياحة كان لمناخ المحافظة الذي يتميز بالاعتدال أي مناخ محافظة نينوى الذي يتميز بالاعتدال ولا سيهما خلال موسم الصيف الأثر الكبير في أن يقصدها السياح من جميع أنحاء وطننا العراق ومن أشهر هذه المواقع السياحية أولاً مجمع الغابات السياحي دور الشلالات الجزيرة السياحية سدوة بحيرة الموصل عيون المياه المعدنية وأموها حمام العليل والعيون الكبريتية سنعيد ماما أهم المواقع السياحية في محافظة نينوى وهذه جداً مهمة نحفظها أولاً مجمع الغابات السياحي دور الشلالات الجزيرة السياحية سدوة بحيرة الموصل عيون المياه المعدنية وأموها حمام العليل والعيون الكبريتية إذن ماما يجد هنا مثلاً تعريف حمام العليل وهو أحد العيون والينابيع الموجودة في محافظة نينوى يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية ويعد أحد الموارد المائية المهمة في المحافظة كذلك يعتبر من المواقع السياحية فيها إنعيد تعليل حمام العليل وهو أحد العيون والينابيع الموجودة في محافظة نينوى يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية ويعد أحد الموارد المائية المهمة في المحافظة وكذلك يعتبر من المواقع السياحية فيها إذن ماما عدنا سؤال عدد أهم الأماكن السياحية الموجودة في محافظة نينوة رح يكون الجواب أولا مجمع الغابات السياحي ثانيا دور الشلالات ثالثا الجزيرة السياحية رابعا سدوة بحيرة الموصل خامسا عيون المياه المعدنية وأهمها حمام العليل والعيون الكبريتية وعرفنا سد الموصل وقلنا هو أحد مشاريع السيطرة والخزن يقع شمال مدينة الموصل ويستخدم لخزن المياه وكذلك يعتبر من المناطق السياحية في المحافظة كذلك ما بعدنا هنا تعليل نشاط السياحة في محافظة نينوة يجينا سؤال على صيغة تعليل نشاط السياحة في محافظة نينوة رح يكون الجواب بسبب مناخها المعتدل خلال موسم الصيف ووجود العديد من المواقع السياحية التي تشتهر بها المحافظة نعيد السؤال تشتهر المحافظة سياحيا أو نشاط السياحة في محافظة نينوة رح يكون الجواب بسبب مناخها المعتدل خلال موسم الصيف ووجود العديد من المواقع السياحية التي تشتهر بها المحافظة أحبائي رح ننتقل الآن إلى النقلة التاريخية لمحافظة نينوة اتخذ الآشوري محافظة نينوة دولة لهم وأسسوا فيها خمس عواصم هي آشور العاصمة الدينية، النمرود كالح، نينوة العاصمة الإدارية، دور شروقين، هرسباد، والحضر، وهي تمثل عواصم إدارية وعسكرية وقد أصبحت هذه المدن منطلقا لإمبراطوريتهم المترامية الأطراف كما أصبح لها أهمية متميزة في العصرين الأموي والعباسي ومن أهم المواقع التاريخية فيها موقع نمريك الأثري الذي يعد من أقدم القرى الزراعية إذن ماما، هنا عدنا تعريف مهم وهو موقع نمريك راح نعرفه ونقول يعد من أقدم القرى الزراعية وهو من أهم المواقع التاريخية الموجودة في محافظة نينوة نعيد التعريف، تعريف موقع نمريك وهو من أقدم القرى الزراعية وكذلك يعتبر من أهم المواقع التاريخية في محافظة نينوة وقد كانت الموصل مركزا حضاريا في البصور الآشورية كما كانت موطنة للعديد من القبائل العربية قبل الإسلام إذن كانت الموصل مركزا حضاريا في العصور الآشورية واتخذها الآشوريين دولة لهم وأسسوا فيها خمس عواصم آشور العاصمة الدينية، النمرود، كالح، ونينوة، العاصمة الإدارية لهم وكذلك دور شروقين، خرسباد، والحضر، وهي تمثل عواصم إدارية وعسكرية إذن ماما، كانت الموصل مركز حضاري في العصور الآشورية كما كانت موطن للعديد من القبائل العربية قبل الإسلام وفي العصر الإسلامي حررها العرب المسلمون في زمن الخليفة الراشدي أمر بن الخطاب من السيطرة الساسانية ولقبوها بالموصل هنا ما ما عندنا تعليل مهم التعليل هنا ما ما يقول لقبة نينوة بالموصل الجواب لأنها تصل بين الشام ومنطقة هورستان أو بين الجزيرة والعراق نعيد التعليل لقبة نينوة بالموصل لأنها تصل بين الشام ومنطقة هورستان أو بين الجزيرة والعراق إذن ماما كذلك كانت تلقب محافظة نينوة بالحدفاء لأن فيها منارة المسجد الكبير النوري هنا ما ما ننتبه عندنا تعليل مهمة أول تعليل لقبة نينوة بالموصل لأنها تصل بين الشام ومنطقة هورستان أو بين الجزيرة والعراق وكذلك تسميت محافظة نينوة بالحدفاء لأن فيها منارة المسجد الكبير النوري كذلك أصبحت محافظة نينوة بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 محافظة لسنة 1969 أهم المعالم التاريخية في محافظة نينوة الجامع النوري الكبير وجامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس عليهم السلام فضلا عن الكثير من الكنائس والأديرة التاريخية هنا ما ما عندنا سؤال كذلك مهم السؤال يجي من أهم المعالم التاريخية لمحافظة نينوة أو عدد المعالم التاريخية لمحافظة نينوة ونميز بين المعالم التاريخية وكذلك بين المدن التاريخية المعالم التاريخية لمحافظة نينوى الجامع الكبير الجامع النوري جامع النبي يونس جامع النبي جرجيس عليهم السلام فضلا عن الكثير من الكنائس والأزيرة التاريخية يعني عندنا أربع معالم تاريخية في محافظة نينوى قلنا نميز بين المعالم التاريخية وبين المدن التاريخية الموجودة في المحافظة المعالم التاريخية راح نعيدهم الجامع الكبير الجامع النوري ثانيا جامع النبي يونس جامع النبي جرجيس عليهم السلام فضلا عن الكثير من الكنائس والأديرة التاريخية أما بالنسبة لأهم المدن التاريخية في محافظة نينوة أهمها آشور وهي العاصمة الدينية لبلاد آشور واسم إلههم الرئيس نمرود كالح وهي ثاني عواصم الآشوريين ويعد الملك الآشوري شلما نصر الأول القرن الثالث عشر قبل الميلاد مؤسسها إذن مؤسس العاصمة الثانية للآشوريين نمرود كالح الملك الآشوري شلما نصر الأول ومن أشهر معالمها التاريخية الزقورة يجينا عرف نمرود كالح هي ثاني عواصم الآشوريين ويعد الملك الآشوري شلما نصر الأول مؤسسها ومن أشهر معالمها التاريخية الزقورة أما نينوى سميت المحافظة باسمها وهي ثالث عاصمة للآشوريين حكمها العديد من الملوك الآشوريين من أشهرهم الملك آشور بانيبال إذن ماما نينوى واحدة من أهم المدن التأريخية في محافظة نينوى سميت المحافظة على اسمها وهي ثالث عاصمة للآشوريين حكمها العديد من الملوك الآشوريين ومن أشهرهم الملك آشور بانيبال دور شروقين أو خرسباد هي العاصمة الرابعة للآشوريين التي شيدها الملك سرجون الثاني وهي مربعة تحيط بها أسوار وأبواب متعددة دور شروقين أو خرسباد هي العاصمة الرابعة للآشوريين شيدها الملك سرجون الثاني وهي مربعة تحيط بها أسوار وأبواب متعددة أما خامسا مدينة الحضر تعد مدينة الحضر أحد المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت وعمال المعادن وفنون الحرب ومن أهم ملوكها صنطروق الأول وصنطروق الثاني إذن ماما أدنى هنا أهم المدن التاريخية الموجودة في محافظة نينوة وهي خمسة آشور نمرود كالح نينوة دور شروقين خرسباد مدينة الحضر ونحفظ هنا ذني جدا مهمات بالامتحان الوزاري إحنا ما معدنا سؤال مهم السؤال يقول الملك آشوري أسس مدينة نمرود كالح وينطينا مجموعة من الاختيارات شلما نصر الأول آشور بانيبال صنطروق الأول لازم نعرف أن شلما نصر الأول هو الملك الآشوري الذي أسس مدينة نمرود كالح إذا يجينا على شكل تعريف شلما نصر الأول هو الملك الآشوري الذي أسس مدينة نمرود كالح آشور بانيبال رح يكون تعريفة هو من أشهر الملوك الآشوريين الذين حكموا نينوا ممكن يجينا السؤال بصيغة أخرى تختلف عن صيغة التعريف أكثر من بين الأقواس من أشهر الملوك الآشوريين الذين حكموا نينوا وتوجد لدينا اختيارات شل ما نصر الأول آشور بين بانيبال صنطروق الأول شنو رح نختار؟ رح نختار آشور بانيبال صنطروق الأول وصنطروق الثاني راح يكونون بنفس التعريف وهو من أهم ملوك مدينة الحضر التي امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن وفنون الحرب ممكن يجينا سؤال عن مدينة الحضر كأخطر من بين الأقواص من أهم المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن والاختيارات تجينا نمرود والحضر ونهنوة لازم نعرف أن مدينة الحضر هي من أهم المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن وفنون الحرب إلى هنا أعزاء التلاميذ ينتهي درسنا لليوم دمتم في أمان الله وحفظه